أكد رئيس انتقال حضرموت العميد سعيد المحمدي على همية الارتقاء بالدور التوعوي والديني الذي ينبغي أن تودي إدارات الفكر والإرشاد بالهيئات التنفيذية انتصارا للجنوب وقضيته العادلة وإشار المحمدي في كلمة الله في اللقاء التشاورية الذي نظمته إدارة الفكر والإرشاد بانتقال حضرموت لمديري إدارتها إلى أن هناك مؤامرات قدرة تدار على شعب الجنوب تهدف إلى إحباط عزيمته وعرقلة تطلعاته في التحرير وتأسيس دولته الفيدرالية مؤكدا أهمية العمل على نشر القيم الإسلامي والتصدي للحملات الظالمة التي تبثها جماعة الإخوان المسلمين حاثا إدارة الفكر والإرشاد على مواجهة الفكر المتطرف والحملات السياسية المستمرة بغطاء الدين والتي تشنها جماعة الإخوان والمواليين الميليشيات الحوثية مستهدفة قضية شعب الجنوب وقوات النخبة الحضرمية والأشقاء في التحالف العربي ودع المحمد إلى تكثيف النزول إلى المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر العادات السلبية التي تؤثر على صحتهم العقلية والبدنية ومستقبلهم التعليمية اليوم يستخدم الدين في أكثر من دولة للوصول للسلطة للأسف وتحقيق مقارب شخصية ومكاسب سياسية للأسف والدين بعيد عنهم جماعة الإخوان المسلمين لا تريد سواء دولة الخلافة والشريطة أن تحكمها هي اشتركوا في القناة